اشتركوا في القناة المشاركة انفصاليين من انصار جبهة البوليساريو الانفصالية والسياسيين اسبان معادين للوحدة الترابية للمغرب وقالت وكالة الانباء الاسبانية اف ان المسيرة شارك فيها حوالي 3000 شخص دعما لجبهة البوليساريو ولما يسمونه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها رافعين شعارات معادية للمغرب الى جانب اعلام الجمهورية الصحراوية الوهمية ووفق المصادر ذاتها فان المتظاهرين الداعمين للانفصال يحاولون الضغط على حكومة سانشيز من اجل اتخاذ موقف معادل الوحدة الترابية للمغرب داعين الحكومة الاسبانية الى التنديد بما اعتبروها انتهاكات يقوم بها المغرب في الصحراء المغربية على حد زعمهم نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء